أمرك شفت البحر من فوق وفضلت تقول يا سلام على لونه وجماله طب تخيل بقى إن تحت المية في عالم تاني خالص عالم مليان ألوان وحياة وكنوز ربنا خلقها النهاردة حكايتنا عن واحدة من أعظم العجيب الطبيعية على وجه الأرض الشعاب المرجنية يعني إيه شعاب مرجنية؟ الشعاب المرجنية دي مش مجرد صخور تحت المية لأ دي كائنات حية صغيرة اسمها البوالب المرجنية شبه الهايدرا كده بتعيش في مستعمرات ضخمة كل بولب مرجنية بيبني حوالي هيكل من الكالسيوم عشان يحمي نفسه ولما الملايين منهم يتجمعوا بيتكون الحاجز الضخم اللي احنا بنسميه الشعاب المرجنية إيه هو سر ألوانها وجمالها؟ الشعاب المرجنية بتبهر أي حد يشوفها ألوانها مش طبيعية أحمر بنفسجي أزرق أصفر السر في الألوان دي إن جواها طحالب دقيقة اسمها زوكسانيلا التحالب دي بتعمل عملية البناء الضوي وبتدي المرجان الألوان المجهرة اللي بنشوفها وكمان بتديره مصدر للأكل والطاقة الحياة كوى الشعاب تفتكروا ليه بيسموها غابات البحر؟ عشان فعلا الشعاب المرجنية زي الغابة مليانة تنوع حيوي رهيب حوالي ربع الكائنات البحرية كلها بتعتمد عليها أسمك ملونة زي سمجة المهرج الأنقليس أسمك الببغاء والسلاح في البحرية غير الأرش الصغيرة وغير أنواع لا حصر لها من القشريات زي الجنبري والكابوريا كله عايش وبيتكاثر وسط الشعاب نلاقي الشعاب المرجنية فين؟ الشعاب المرجنية بتلاقيها غالبا في المناطق المدارية والاستوائية يعني محتاجة مياه دافية ونظيفة أكبر شعاب في العالم هي الحاجز المرجني العظيم في أستراليا اللي ممكن يتشاف من الفضاء وكمان عندنا في مصر كنز مش عادي الشعاب المرجنية في البحر الأحمر ودي بتعتبر من أنقى وأجمل الشعاب في العالم كله المخاطر اللي بتهدد الشعاب المرجنية مع الأسف الجمال ده مش في أمان الشعاب المرجنية بتتأثر بأي تغيير في البيئة ارتفاع حرارة المياه بسبب التغيير المناخي بيخل المرجان يحصله بيضاد مرجاني يعني يفقد التحالب اللي عايشه جواه ويموت التلوس من مخلفات المصانع والسياحة الغير مسؤولة بيأذيها كمان الصيد الجائر وتكسير الشعاب عشان التجارة أو البنى بيخلوا الشعاب تختفي تدريئيا هو إيه أهمية الشعاب المرجنية لينا أصلا الشعاب المرجنية مش بس منظر حلو دي لها فايدة عظيمة للبشرية واحد بتحمي السواحل من الأمواج والعواصس هي حاجز طبيعي اتنين مصدر للغزة لأن أنواع كتيرة من الأسماك عايشة فيها ثلاثة مصدر للأدوية الحديثة علماء بيستخرجوا منها مركبات ممكن تعالج السرطان وأمراض تانية وكمان بتجذب ملايين السياح سنويا وبتكون مصدر للدخل للبلاد اللي عندها شعاب طب إزاي نحافظ عليها؟ الحفاظ على الشعاب المرجنية مسؤولية العالم كله فيه طرق كتيرة لحمايتها تقليل التلوس والبلاستيك اللي بينزل في البحر تنظيم السياحة والغوص بحيث الغواصين ما يلمسوش الشعاب محميات بحرية خاصة زي اللي موجودة في البحر الأحمر عشان تضمن بقاء البيئة زي ما هي وكمان العلماء بيزرعوا شعاب مرجنية صناعية عشان يعوضوا اللي بيتضمر الشعاب المرجنية مش مجرد سخور تحت المية دي روح البحر قلبه النابط بالحياة لو ضاعت ربع الحياة البحرية ممكن يختفي معاها عشان كده لازم كلنا نكون جزء من حمايتها ولو ربنا كرمك وزورت مكان فيه شعاب مرجنية افتكر دايماً إنك وسط كنز طبيعي لازم نحافظ عليه في المرة الجاية اللي ما تبوصي للبحر افتكر إن تحت السطح فيه عالم كامل عالم الشعاب المرجنية اللي لسه بيخبي أسرار أكتر من اللي نعرفه لو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس سلام